السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم بكل خير أبنائي الطلاب أبدأ الآن بحل المسألة رقم 12 من أسئلة الوحدة الثانية المسألة تنص على أنه دائرة تيار متردد تتكون من مقاومة صرفة مقدارها 100 أوم وملف حثي نقي معامل تأثيره الذاتي أو معامل حثه الذاتي 0.5 هنري ومكثف سعته 14 مايكرو فاراد ومصدر تيار متردد جهده الفعال ثابت ويساوي 100 فولت ويمكن تحكم في تغيير تردده المطلوب أحسب تردد التيار لكي تصبح ممانعة المكثف مساوية لممانعة الملف الحثي إذن هو يريد مننا أن نوجد تردد التيار إذن إف ما هي المعطيات التي أعطانا في نص المسألة أعطانا في نص المسألة أن معامل حث الذاتي للملف 0.5 هنري وأعطانا سعة المكثف كم 14 مايكرو فاراد نضرب بعشر قوة سالب 6 للتحويل إلى فاراد طبعا هنا يريد مننا أن نوجد تردد التيار لكي تصبح ممانعة المكثف مساوية للممانعة الحثية للملف إذن هنا عندما يكون XL يساوي XC في دائر التوالي فيها مقاومة وملف ومكثف هذه الحالة تسمى حالة رنين أي كأنه يريد مننا أن نستنتج العلاقة التي تعطي تردد التيار في حالة الرنين إذن في الاستنتاج أيضا ننطلق من أن XL يساوي إلى XC أي الممانعة الحثية للملف تساوي الممانعة السعوية للمكثف طبعا XL هو عبارة عن أوميغا في L ويساوي الممانعة السعوية 1 على أوميغا في C نقوم بعمل جداء الطرفين في الوسطين فتصبح العلاقة أوميغا تربيع في L في C تساوي إلى 1 نحن نريد أن نوجد التردد إذن أوميغا تربيع تساوي إلى نقسم الطرفين على L في C فتصبح العلاقة أوميغا تربيع تساوي 1 على L في C إذن نتابع الحل أوميغا تساوي إلى بجزر الطرفين 1 على تحت الجزر L في C نحن نريد أن نوجد F إذن أوميغا هي عبارة عن 2 باي مضروبة في F وتساوي 1 على جزر L في C إذن F تساوي إلى نقسم الطرفين على 2 باي فتصبح العلاقة 1 2 باي تحت الجزر L في C إذن هذه هي العلاقة المطلوب استنتاجها إذن لو كان السؤال استنتاج فهذه هي العلاقة التي نستنتجها الآن نعود تعويض مباشر إذن F تساوي إلى 1 على 2 باي في تحت الجزر أعطانا L في نص المسألة إذن أعطانا L 0.5 إذن نلاحظ هنا L معامل حث الذات 0.5 بينما سعة المكسف 14 ضرب 10 قوي سالب 6 نعود ونعود في العلاقة إذن 0.5 مكان L ضرب 14 ضرب 10 قوي سالب 6 وبالتالي فإن F تساوي 60.2 والوحدة هرتز وبذلك نكون أنهينا الطلب الأول طبعا في الطلب الثاني يريد منا أن نوجد شدة التيار الفعالة في الدائرة وفرق الجهد الفعال بين كل عنصر من عناصرها الثلاثة في حالة الرنين طبعا نحن في حالة الرنين كما ذكر في الطلب ألف حيث أن XL يساوي XC ودائرة الرنين وفي حالة الرنين إذن لإيجاد IRMS يساوي إلى يطبق قانون أوم VRMS مقسومة على R لماذا؟ لأننا في حالة الرنين بالتبديل العدد المباشر VRMS أعطانا إياها في نص المسألة وعبارة عن 100 فولت مقسومة على المقاومة الأومية أنظروا أعطانا إياها 100 أوم والجواب يساوي 1 أمبير إذن سؤال سهل جدا الآن يريد مننا فرق الجهد الفعال بين طرفي كل عنصر طبعا VR يساوي إلى R في IRMS قبل أن أوجد الجواب سوف أضعه مباشرة قبل الحل 100 فولت لماذا؟ لأن هناك ملاحظة مهمة جدا في دائرة الرنين في حالة الرنين فإن فرق الجهد يطبق بالكامل على المقاومة كم فرق الجهد للمصدر هنا؟ 100 فولت إذن الجواب 100 فولت قبل أن أحل أي شيء لنتأكد إذن R أعطانا إياها 100 ضرب شديد تيار الفعال 1 والجواب 100 فولت إذن من صفات حالة الرنين أن فرق جهد المصدر يطبق بالكامل على المقاومة الأومية لا تنسوا هذه الملاحظة الآن نوجد فرق الجهد بين طرفي الملف إذن VL يساوي XL طبعا الفعال هنا يساوي مضروبة في IRMS XL علينا أن نحسبها 2 باي F في L مضروبة في IRMS بالتبديل العدد المباشر إذن 2 باي ضرب التردل حسبنا 60.2 ضرب 0.5 ضرب التيار 1 والجواب يساوي 189 الآن من خلال معلوماتنا النظرية لا داعي لحساب VC لأننا في حالة الرنين فVC تساوي VL وبالتالي الجواب 189 ومن يريد أن يتأكد سوف نقوم بالحل VRMS للمكثف يساوي XC في IRMS طبعا VRMS للمكثف يساوي طبعا XC هي عبارة عن 1 على 2 باي F في C طبعا في البسط IRMS ويساوي بالتبديئة العددية المباشر IRMS 1 مقصومة على 2 باي ضرب 60.2 ضرب 14 ساعة المكثف ضرب 10 قوي سالب 6 الجواب VRMS يساوي تقريبا 188 فاصلة 8 تقريبا 189 فولت إذن في حالة الرنين فإن فرق الجهد بين لوحي المكثف يساوي فرق الجهد بين طرفي الملف في النهاية لا يسعني إلا أن أشكر لكم حسن استماعكم إلى لقاء قريب في مسائل لاحقة ترجمة نانسي قنقر